قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستواصل زيادة إمدادات القوات البحرية كما أنها ستعمل على زيادة الغواصات وطيران البحري وتجهيز السفن بمعدات عالية تقنية وأنظمة الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت شدد رئيس الروسي على أنه إذا انتشرت الولايات المتحدة أسلحة في ألمانيا فإن روسيا ستعتبر نفسها متحررة من الحظر المفروض على نشر أسلحة خاصة بها تكتب الزيادة لتحدثة تحييز السفنة والتزيادة في الأسلحة تقنية المفروض على سرعتها نظر لتقنية بشارة تقنية احياء زيادة والتي تقنية وكثموا ستعيز الروسية في سترعتها لتقنية فرناية تقنية لتقنية المفروض على زيادة من ستشرطة الاشتراكات في المفروض على زيادة إنه في مقاتلة من ترازف 16 إلى الأجيش الأوكراوية خلال أسابيع قليلة ولكن مسؤولين حذروا من أن هذه الطائرات قد لا تمنحها أفضلية على روسيا حيث نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين أن هذه الطائرات كانت كياف تروج لها باعتبارها قادرة على تغيير قواعد اللعبة ومن غير المرجح أن تحدث تأثيرا فوريا في ساحة المعركة حيث تتقدم روسيا ببطء تعتزم الولايات المتحدة إنشاء قيادة عسكرية جديدة تابعة لجيشها في اليابان وذلك لردع الصين وزيادة الضغوط عليها وأفادت صحيفة وصيد جونل بأن مسؤولين أمريكيين ويابانيين سيعلنون عن القيادة العسكرية الجديدة المشتركة بهدف مواجهة الصين ستقوم هذه القيادة بتنسيق العملية العسكرية مع اليابانيين والتخطيط للتدريبات المشتركة والمشاركة في الدفاع عن البلاد في حال اندلاع الأعمال العدائية هذا وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن محادثات مع مسؤولين يابانيين ركزت على خطة الردع الموسع وتأتي هذه التغييرات والخطط في الوقت الذي تتطلع توكيو إلى إنشاء مقر مشترك جديد للإشراف على قواتها المسلحة بحلول شهر مارس هذا للتنسيق بشكل أفضل مع واشنطن بشأن تهديدات الإقليمية المتنامية الآتية من الصين وكوريا الشمالية تحالف أمني ودفاعي بين الولايات المتحدة واليابان تتعهد فيه واشنطن بتحقيق الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وكبح التهديدات الصينية وضمان أمن اليابان فضمن استراتيجية الردع الموسع بين واشنطن وتوكيو يتعهد الطرفان بتقديم الدعم اللازم في حال وقوع هجوم مسلح على الأراضي الخاضعة للإدارة اليابانية كما تحمل الاستراتيجية في بنودها توفير الولايات المتحدة مضلة نووية لليابان الأمر الذي يلزم واشنطن استخدام قدراتها النووية لردع أي تهديدات نووية ضد اليابان خاصة أن اليابان تذنت سياسة غير نووية ولا تمتلك أسلحة نووية وبالإضافة إلى المضلة النووية تلتزم الولايات المتحدة أيضا بتوفير قوات عسكرية للدفاع عن اليابان ويشمل ذلك وجود القواعد العسكرية الأمريكية كما تلتزم الولايات المتحدة بتقديم المشورة المنتظمة والتدريبات العسكرية المشتركة وإظهار القدرات العسكرية لطمأنة اليابان وردع الخصوم المحتملين ويعد الردع الموسع حجر الزاوية في الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة واليابان